الكلام اللي هتقوله ده معناه ان اي حد اي حد ممكن يستدم الالوان دي ويرسم بيها كمان حتى لو بيعرفش يرسم صح كده ايوه صح حتى لو بيعرفش يرسم السلام عليكم ورحمة الله ومعاكم محمد سامي لو حضرك اول مرة تابعنا فنستأذنك اعمل سبسكرايب للقناة وياريت نفعل الجرس عشان يوصيرك كل جديد في عالم المصغرات والفنون والهند ميت بصفة عامة اما لو حرك مشارك معنا بالفعل فمش هوصيك في اخر الفيديو نعمل شير ولايك النهاردة هنتكلم عن اجمل الوان واسهلها واصعبها في نفس الوقت ايه المعادلة الغريبة دي تعالوا الاول نعرف يعني ايه صفت باستل وايه هي الوان الصفت باستل يعني ايه اصلا كلمة باستل باستل دي او باستيل او باستل هي اصلا كلمة ايطالية معناها باستيل لفافات صغيرة او قطع ملفوفة صغيرة ومن هنا يجي الاسم الوان الباستل منقسمة لكذا نوع باستل زيتي وباستل نعم او بيسموها صفت باستل والاويل باستل الاويل باستل اللي هي الالوان اللي هي شبه الالوان الشامعية الوان الشامع وبقى فيها درجة من درجات الزيت يعني شامع مع زيت اما الوان الصفت باستل هي بتبقى الوان طباشرية ورعا صبغات زي التباشير بالزبط كده لكن مضاف لها صبغات وبعض الاسماغ يعني صمغ مع صبغة ودرجة اللون فبتدي الوان وبتدي درجات مختلفة جدا جدا متقربة جدا من الوان الزيتية يعني هي اعتبر في المقام التاني بعد الالوان الزيتية على طول من حيث جمالها ومن حيث تنوع درجة الالوان فيها تعرف بقى ان كلنا استخدمنا الوان الصفت باستل دي من واحنا صغيرين كلنا مين فينا ما استخدمش الالوان التباشير في الفصل ورسم بيها وحل بيها مسائل على الصبورة وفي مننا اللي كان بيبدأ ويشتري التباشير ده اصلا ملون ويقعد بقى يرسم على الصبورة كده ويلون واخر جمال اذا كلنا استخدمنا الصفت باستل باستل بطريقة غير مباشرة شوية واستخدمناها بدري جدا واحنا اطفال صغيرين في المدارس لما كبرنا شوية التبشير ده تحط عليه صمخ وشوية صباغات كده وبقى اسمه soft pastel احيانا بيباع زي البودر كده واحيانا بيباع في هيئة صوابع اللي هي الصوابع زي صوابع التبشير واحيانا بيباع في صورة اقلام زي الوان الخشب لكن بدايتها طبعا سن الوان باستل دي صورة الوان الباستل الوان شبه التبشير بالظفر تبشير لكن تبشير ملون وعليه صباغات وصمخ عشان اللون هي باسابت الميزة الكبيرة في الوان الباستل ان الدراجات الوانها كتير جدا جدا فعندك حرية الاختياره انت بترسم اللوحة الازرق بدراجاته الاصفر بدراجاته كل حاجة غير كده كمان الوان نفسها راقية جدا وبتدي ايحاء ان الصورة فيها صورة زيتية يعني تحس كده وانت تتفرج على لوحة الباستل تتفرج على حاجة فخمة زي بقوله حاجة كمان مهمة الوان الباستل دي مش محتاجة اي ابتكار او اي يعني مهارة او اي تعليم مجرد تدي ابنك اللون وقل له ابدأ اشتغل على الورقة ويرسم زي ما انت عايز اي شغبطة صدقني في الاخر بتطلع لوحة حلوة جدا لكن شغبطة مع شغبطة مرة في مرة بيتعلم وبيطلع شغل جميل جدا وبيتقن الرسم باسلوب ممتاز طيب دي الالوان وعرفناها بدرسم على ايه افضل حاجة ارسم عليها هي ورق الفبريانو او ورق الكنسون وطبعا سواء كان فبريانو او كانسون فالورق ده متاح بسهولة جدا في ايه مكتبة ممكن يكون الفيديو ده سريع شوية وبنتكلم فيه عن الالوان والورق اللي بنستخدمه لكن هنتكلم بالتفصيل وهنشتغل خطوة خطوة بالوان الباستل ونشوف ما بعض ونحن بنرسم كده بالباستل ونطلع لوحة جميلة جدا ده شكل الورق الفبريانو او الورق الكنسون نتنشبها بعض قوي يعني بيكون فيه ناحية الناحية دي بتكون خشنة والناحية التانية بتكون نعمة انا بفضل في الباستل او في الصوفت باستل بالاخص نرسم على الناحية النعمة شميعا الناحية النعمة الناحية الخشنة بتستهلك الوان اكتر من الباستل او كيميات اكتر ان تقاتل في الخشون دي نفسها بتاكل الوان شوية لكن الناحية النعمة بتفرج اللون عنها بسهولة زي برسم ده زي ما قلنا هنتكلم بالتفصيل وهنرسم مع بعض لكن الرسمي بسهولة جدا كما لو كنت برسم على الصبورة بس هرسم على ورق وتسيح اللون نفسه يأما بالأصابع يأما فيه إقلام خاصة لتسيح اللون وكل ده هنعرفه بتفصيل ده شكل الصفت باستل على ورق الكنسون ألوان جميلة جدا ودراجات الألوان والتونات فيها متنوع جدا جدا آخر معلومة وهي أهم معلومة في حلقتنا إزاي بحفظ رسمتي بألوان الصفت باستل زي ما حضرتكم شايفين الصفت باستل طبعا شير يعني لو عملت كده ممكن أشيل اللون أصلا فيه أكتر من طريقة أن أنا أسبب بها اللون رقم واحد أن أنا روش بمثبت وفيه مثبتات خاصة بألوان الصفت باستل والطريقة دي أنا بفضلهاش ليه؟ لسبب مهم جدا أن هي بتغمع اللون وبكده يبقى أنا غيرت من اللون أصلا أنا برسم بيه يعني كنت عايز أحمر فاتح فغمق شوية مني فكده طبيعة اللون أو طبيعة اللوحة اختلف كتير الطريقة الثانية أن اللوحة تتحط في فريم فريم عادي كده وطبعا أحفظها في مكان بعيد عن الهوى والرطوبة علشان هي سهلة جدا تتأثر بالعوامل دي وتتغير من شكل اللوحة والطريقة دي أنا بفضلهاش برضه الطريقة الثالثة وهي الطريقة اللي أنا بشتغل بيها على طول وهي أن أنا أحفظ اللوحة نفسها في إطار زجاجي ويكون فيه مسافة على الأقل ملي أو اتنين ملي ما بين اللوحة وما بين الإزاز وبكده أنا بضمن أن نفس الألوان نفس الدرجة اللي موجودة اللي أنا رسمت بيها هي نفسها اللي محفوظة وفي نفس الوقت اللوحة نفسها أو الرسمة بتاعتي بعيدة عن عوامل الرطوبة والهوى والطريقة دي أنا بفضله ألوان الباستل الصوفت باستل بالأخص ألوان ممتعة جدا وألوان راكية جدا أتمنى كلنا نجربها وكلنا نعلمها لأولادنا وإن شاء الله في الحلقات الجاية هنبدأ نرسم بألوان الباستل لوحة كاملة خطوة خطوة ونشوف التكنيك اللي بنستهدمه وإحنا بنرسم أتمنى الحلقة كون عجبة حضراتكم وننساش نعمل لايك وشير واشوف حضراتكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية السلام عليكم